نبدأ بعد الوقت في سادس حاجة معنا في الجنرال إجزاميناشن وهي الفايتال داتا الفايتال داتا هي عبارة عن أربعة يعني هم متفقين أن نمشي بنظام أربعة في الجنرال إجزاميناشن الأربعة هم تنبرتشر بلد بريشر البلس وآخر حاجة رسبيراتو ريت يعتبر البلس برد بريشر هم أكتر حاجة هتيجي في الامتحان الأوسكي يعني متحان الأوسكي ممكن تخش هبارة عن البلس بس البلس في تسعة ايتمز لديم تعمل كومنت عن تسعة ايتمز دول ده راجحها معاكو بشكلست بتاعت البلس تقلقوش وكذلك البلد بريشر بشكلست بتاعته النمع التمبرتشر والرسبيراتو ريت خصوصا التمبرتشر ده كله نظر بيور يعني معتقدش ان في لجنة الأوسكي هيجيب لك سيرته في أي حاجة ممكن لو جاب سيرته في التمبرتشر بس اللي نقول لك النورمال بتاعه قد إياه نخش بقى نشرح أول حاجة في الفيتال داتا معنا وهي التمبرتشر نورمال بادي تمبرتشر نعرفين انها سبعة وثلاثين بس نفيش حاجة في الطب برقم بيور هي من سبعة وثلاثين ونص سبعة وثلاثين واثنين من عشر درجة سيدي الأفريج بادي تمبرتشر هي سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين دي بنقسها ازاي بتحط الترمومتر تحت اللسان نورمال بادي تمبرتشر اللي هو أندر تونج من سبعة وثلاثين ونص سبعة وثلاثين واثنين من عشر طيب ايه هي الاماكن اللي ممكن نقيس منها التمبريتشر في أجزيلاري الأجزيلاري بتتبقى نص درجة اقل من النورمال يعني انت استعملت الترمومتر وحطيته في الأجزيلاري يعني تحت باط الشخص هيديك قرية سبعة وثلاثين سيديك قرية سبعة وثلاثين ونص هل السبعة وثلاثين ونص ديت الفعلية لا الفعلية سبعة وثلاثين ودي منطقة امتحانات منطقة اسئلة كتير في الامتحانات قلنا الطبيعي او البيسو بتدركة حرارة بتاعت الشخص أندرتامج مفتة تلاثين ونص سبعة وثلاثين وثلاثين الأجزيلاري تزود تقلل نص يعني تقلل نص اللي هو ما مش بيقلل نص هو بيديك قرية نص درجة اقل مت نورمال يعني انت لو قلست أجزيلاري تزود عليها نص إنما الريكتل بيديك قرية نص أعلى يعني انت لو قلست ريكتل لطفل تطرح منها نص درجة ولو قلست عن طريقة تنبانيك مبيرين يعني بيقاس عن طريق الودن تطرح منها تمانية من عشر يبقى كده النورمال سبعة وثلاثين واثنين من عشر لو عملت قرية أجزيلاري هتبقى القرية دي تقل من نورمال بنص فهنت تزود عليها نص ولو قلست ريكتل القرية اللي هتطلع لك هتبقى أعلى من الطبيعي بنص ولو عملت تنبانيك عن طريق الودن هتبقى أعلى تمانية من عشر إزاي نقيس درجة الحرارة دوت بدهيات يبقى عن طريق الترمومتر الترمومتر ممكن يكون زقبقي أو إلكترونيك ده مثلا إلكترونيك أول حاجة لازم نعقمه قويس تعقمه عشرين تحطه في قحول مدة عشرين دقيقة وبعدها مثلا هنقيس عن طريق الطنج نسيبه قد إيه نسيبه ثلاث دقايق ولازم نقيسي القرية مرتين بيقولك بقى إن القرية يختلف عن طريق المكان يعني ده اللحظ اللي أنا قلتها لك في الأول أنت لو قس تحت الطنج هتديك القرية مباشرة ببقى قالك إنه أس أجزدري يبقى أنت هتزود على القرية دية تنص قالك أس ريكتل تطرح من القرية دية تنص قالك تنبانيك تطرح من القرية تمانية من عشر درجة أقولك إن درجة الحرارة طبيعي إنها بتختلف خلال اليوم إن درجة الحرارة وإنت لسه صاحي من نوم غير درجة الحرارة بعدها بشوية درجة الحرارة تختلف لو إنت عملت مجهود إنت لو عملت مجهود هتلاقي نفسك عرقان وتلاقي في حذر بجسمك سخن الكبارك الثاني يبقى جسمهم بارد لأن الميتابوليزم بتاعهم بيبقى أقل من الأطفال ده ملحوظة كده على جمع النورمال تنبريتشر بتزيد أو بتقل طيب إيه اللي خلي فيه زيادة بس الزيادة طبيعية أو إنت عامل مجهود زي ما إحنا قلنا بعد الأكل أو الأوفيوليشن الأوفيوليشن دي لو جالك عليها سؤال يقول لك إشمعنا الأوفيوليشن هيزود هيزود التنبريتشر أن الأوفيوليشن يعني ده الأوفري هذه الأوفر بتكبر وبعدين حصل ربشر هنا طلعت الأوفا وكوين الكوربس ليوتين الكوربس ليوتين بيطلع بروجيستيرون فالبروجيستيرون ده ليه سيرموجينيك أفكت في خلال الأوفيوليشن حرارها يزيد عشان خاطر بروجيستيرون أحسن إراية واللي بنقسها على طول هي الأورال الأورال دي بنقس منها لأنها تبديك إراية مباشرة مش هتوقع تزود مش هتوقع تنقص بديك الإراية مباشرة على طول أمتى مش هنعرف نقيس أورال مش هنعرف نقيس أورال لو شخص دناغو تعبانة أو هو شخص مش عائل ما نعرفش نحط الترمومتر في بققه عشان هيكسره زي لو كان طفله صغير أو منتا لريتاردد الاتنين دول ما ينفعش تحط حاجة في بققه يكسروه و الزقبق هنعرفين إنه سام فما ينفعش تحطه ترمومتر في بقق طفل أو شخص عنده إبلبسي إبلبسي بيبقى فيه تونك كولونيك سيجر ويجز على سنانه فهيكسره فما ينفعش إبلبسي يستخدمه وكذلك الكوماتوز ليه الكوماتوز لأه مش عارف يسببته على تلسانه ممكن يبلعه فالاربع حاجات دول بيه مشكلة في الراس سواء إبلبسي أو إبلبسي أو كوماتوز أو فيه مشكلة في البقق يعني شخص بققه عبارة عن كله ألسار فيه ألسار 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 أو عنده خراك في بققه الخراك بيبقى سخن شوية عن الجسم فهيه الدقراءة غلط فلو بقق فيه إنفكشن أو البقق فيه بنفل مش ينفع نعمل مجورمنت أورال عن طريق أورال تنبريتشر آخر حاجة أدينويد أدينويد دي هي اللحمية الواحد عنده اللحمية بيتنفس من بقق فمش يعرف يقفل بقق على الترمومتر ويتنفس من بققه الرامش تطلع مظبطه كده إحنا خلصنا التنبريتشر عرفنا إن التنبريتشر الطبيعية بتاعتنا قلنا 37 اللي هو الرنج لو جالك في الامتحان تكتب له من 36.5 إلى 37.2 الكتاب كاتب الفهرنهايت يعني يحفظها فيهرنهايت كما هي وزي يتحول يعني أنا هقول لك زي يتحول من لستخدمها درجة سليزية دي إزاي يتحول من سليزية لفهرنهايت اللي هو هتلاقي الكتاب كاتبها لك في كل حتة هنا فيهرنهايت كل حاجة كاتبها فيهرنهايت عرفت أحفظ الثنين قطر خيرك حفظت السليزية بس خير وبرك عتعرف القانون وتحول من دي دي يبقى قطر خلك مليون مرة إحنا حفظين السليزية فإحنا هنحول من السليزية يبقى الفهرنهايت بيساوي الدرجة السليزية بتاعتنا ليه الدرجة السليزية مثلا هي سبعة وثلاثين تضربها في تسعة على خمسة ونزود عليها اثنين وثلاثين هل التحويل لفهرنهايت مهم؟ لا في مصر لا يوجد شخص يستخدم لفهرنهايت طب انا قلت عليها ليه؟ عشان لو الدكتور بيعمل اسئلة امتحان نقل مصدر اجنبي ممكن تكون فيه بالفهرنهايت فانت احفظها بالشبع او خلاص احفظ السليزية ويقول للدكتور احنا مشاجرين سليزية لا يوجد عينا فيهرنهايت سنقلت الفهرنهايت لان اتكلم على الفيفر بعد ما عرفنا النورمة نشوف الفيفر ايه هو الفيفر طيب درجة الحرارة مرتفعة لحد فين او قد ايه نقول عليه الفيفر اي قرية من الارايات دي احنا ماشيين الاورال هو الستاندرد فالاورال سبعة وثلاثين وثمانية من عشر سبعة وثلاثين وثمانية من عشر او ريكتل ها هو ده الفيفر طيب الاسلالي الاسلالي بتبقى اقل شوية فاللي هو لو سبعة وثلاثين واثنين يبقى عنده فيبر طيب لو ريكتل تبقى اعلى شوية تبقى تمانية وثلاثين ففيه ثلاث ارقام هنا تحفظهم لالفيبر لو انت هتقيس من الماوس اللي هو تحت الطنج يعني 37.8 مهم 37.8 نعلم عليها بالمركر هنا لو انت هتقيسها عن طريق الأورال 37.8 لو ريكتل هتبقى أكتر شوية هتبقى 38 أجزدري بيبقى أقل شوية 37.2 ده بقى الفيبر فيه بقى أنواع فيبر ننضف الأول شوية وبعدين نكمل كلامنا نكمل كلامنا في الفيبر وارفنا إيه هي الفيبر وارفنا الأرقام بتاعتي نأكد على الأرقام تاني قلنا الأورال 37.8 أجزدري أقل 37.2 أرميبيت ده الاسم اللي مش علم للأكزيلة يعني لو واحد لو واحد مريض جايلك بيكون بلين قال أرميبيت فهو أصدع الأكزيلة فشان ما تستغربهاش الريكتل تبقى أعلى شوية فتبقى 38 فيم الفيبر خمس أنواع خمس أنواع دول مهمين 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 ومكان امتحان يعني ده أهم حاجة في الجزء كل الفيبر ده النورمال بادي تنبريتشر اللي قلنا 37 وده الفيبر الفيبر لو تانيتها عالية على طول كده دوت اسم كنتينيوس فيبر أو ساستيند فيبر أقول لك إن الفيبر دي بورولونجد بتاخد فترة طويلة من غير تشينج يعني ممكن تختلاف بسيط يعني ممكن تنيع عالي كده على طول أو عالي يعني سوها مستمرة ما بنزلش خالص السببه إيه السبب الطيفويد أو الهايبر ثرميا هايبر ثرميا دي هنا أخدها بالتفصيل قدام شوية يعني سبيشال الهايبر ثرميا ناخدها قدام هنا ممكن يكون طيفويد أو هايبر ثرميا أو دراج فيبر دراج فيبر نفيه أدوية تعمل هايبر ثرميا زي أدوية دي الأنسيزياء بتاعتنا خدير يعني النوع الثاني إنترميتنت حينا ستكون تنيو ازاه الكاتيجوري الوحدو اللي هو عليه على طول النمو الأربع أنواع التانيين هتبقى بتطلع وتنزل مع شوية ملاحظات لو درجة الحرارة بتطلع بعدين تنزل للطبيعي تطلع تنزل للطبيعي اسمها إنترميتنت إنترميتنت يعني فيه إنترميديت فترة كويسة إنترميديت اللي هو شوية عالي إنترميديت نزل طبيعيا بعدين طلع تاني طلع تاني ونزل طلع لو أنزل كده دوت إنترميديت طيب النوعде الثاني الرفرق بينه وبين الإنترميديت الفرق بينهم إن الرميديت مش بيوصل للصفر يعني هذا الرميديت مش بيوصل للصفر الإنترميديت وصل للصفر إنما المستوى إنترميديت نوصل nasty نقرحها بالضبط حتى نعلم لك على الكلمة المهمة الانترميتانت فيبر فلاكتويتينج الأربع أنواع كلهم فيهم فلاكتويتينج الباسلين بين النورمال يعني يوصد الطبيعي و الفيفر ليفل يعني لو هنا نعمل على الأورال هنا فوق الثمانية وثلاثين أو ثمانية وثلاثين فالانترميتانت من كده إنما بقى الرميتانت الرميتانت بتيجي وتروح بس نظر إنها ترجع للطبيعي عمره يرجع للطبيعي هلو؟ طيب إحنا عرفنا إنها طلعت ونزلت ودى طلعت ومنزلتش قوي الهكتك بقى يعني إيه؟ يعني بتطلع وتنزل جمد قوي 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 طلعها نزلة طلعها نزلة طلعها نزلة إيه اللي يعمل الموضوع بتاع طلعها نزلة دوت؟ الفرق إيه؟ لازم يكون الفرق أكتر من واحد واربعة يعني إنترميديات يطلع ينزل للطبيعي سببه إيه؟ إن فيه بوجينيك انفكشن أو تي بي الرميتانت يطلع وما ينزلش للطبيعي تاني ده مش السفر ده الطبيعي يطلع مرجعش للطبيعي الهكتك طلع ونزل بس الفرق منه موحد واربعة بقولك إن الهكتك ديت ممكن تكون حاجة من الاتنين إنترميديانت أو رميتانت أي نوع من النوعين دول يبقى اسمه هكتك آخر نوع معنا الهكتك كان بيطلع وينزل الهكتك كان بيطلع وينزل الهكتك بقى مش هيطلع وينزل كده لا هو هيقعد فترة كبيرة كويس فاكرين في سانوي لما خدتوا المالاريا المالاريا شخصي بقى كويس بعدين أمام ميرو الزيت مش فاكر اللي بيطلع من الاربسيز يعمل فيفر وخدتوه في البارة في حاجة زي المالاريا كده انه يبقى فترة كبيرة كويس بين فيفر هذا طيب فيفر كل الانواع تنزل سواء انترمتنت ورمتنت بس هنا انترمتنت عشان بينهم بيبقى شخص كويس بيبقى كويس الانواع لأيام او أسابيع بعدها يظهر فيفر وده في الانيمال بيت و المالاريا نجمع الكلام ده عشان ده كلام مهم خالص بس سهل يعني ما فهوش اي حاجة صعب يعني نضاف لي كده فتة دي و نقولهم ثاني بقى هذه الرسمة هذه درجة حرارة طبيعية الانسان لو شخص عنده فيفر طلع وعمل الـ 38 نزل للطبيعي طلع نزل للطبيعي ده انترمتنت طب لو طلع وما نزلش للطبيعي نكمل شخص طلع ونزل لو نزل فرق اكتر من 1 و 4 من 10 درجة سلزية يو ده اسمه هكتك الهكتك ديت ممكن تكون انترمتنت او ريمتنت اي نوع من الاتنين لانما الريلافسنج او الابشتاين فيفر ده الاسم الثاني بتاعها ده لازم تكون انترمتنت لانه بيقعد طبيعي لأيام او اسبوع بس انا رسمتها غلط انا هعدل الرسمة دي في الكتاب بس يعني اعتذر ان في الريديو طلعت الرسمة غلط المفروض ان يوصل للبيزلاين هنا لانه لازم يبقى المفروض ان يوصل على الريديو في النص بس انا هعدلها في الكتاب بس يبقى تزر انها في الفيديو نكمل باقي الريديو احنا اشكلين في الريديو وفي نوعين دقم الريديو اخرانيين احنا قلنا الريديو 38.5 38 في الأورا طيب لو طلعت فوق ال41 لو طلعت فوق ال41 دي حاجة اسمه هايبر سيرميا هايبر سيرميا زي مثلا شخص جاءه ضربة شمس اتعرض للسخنية الفترة ضمرت السيرموريجولاتوري الميكانيزم يعني الشخص الجسم مبقاش يعرف يبرد يعني الجسم عندنا بيحاول يبرد يحاول نظم درجة الحرارة لو صلت ال41 خلاص كده بالسلامة الجسم مش يقدر يتحك لو متلحقش عن تحت اشراف طب بيبردوه وحافظو عليه خلاص كده المريض ده هيبقى بالسلام زي ايه بقى الكلام ده مثاليه الهيتي سيروك والسيرويد سيرو هتاخدوه في الاندوكرين سيرويد 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 يجب ان المريض يحمي بكل الادوية يسبرد وي 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 أذكرين في الأفلايا masters وهو المريض يأتضمن حتي الحنفية ويضع ويو قلق الهيبو سيرميا العادة الحرارة الكور تقل عن 35 اللاما الهايبر سيرميا 41 الفيفر والمرب والذي ممكن يعمل هيبوسارمية مثل مشيديما كوما مشيديما هذه هي عكس السيروي دسترم وهذا يهبوسائرودزم هيبر سيروديزم ففدي هيبوسائرودزم او تعرق لحرق اوстиبس έχει اعرف او هدينا انك instructor ا работы تكون موضوع ما يصدم اذا دخل في مشيدي، موضوع غير دي هذه لو ا whisky يبقى درجة حبيبية يغمى عليه او loss of consciousness يبقى من اول 27 درجة لو احد اقعد في حتة تالج اقل على 27 سيغمى عليه اخر معلومة عندنا ان يبقى فيه علاقة بين temperature و heart rate لو temperature زادت درجة واحدة سليزية heart rate هيزب مقدار 10 دي relation بين الاثنين دي لازم تكون موجودة طيب يعني ايه بقى temperature pulse dissociation يعني الاثنين تسابوا بعض يعني درجة الحرارة عما تطلع بقى تطلع في السماء وبالبطي temperature و heart rate زي ما هو ده heart rate وده temperature ما بقوش مشين مع بعض temperature عما يزيد 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 وال heart rate ولا هنا واسعاب يبقى بردي كاردية كامل نورمال كل درجة ترفع 10 دي انا قلتها لك الاسباب ايه الاسباب مثلا ان meningitis increased intracranial pressure ده فيه синدروم بيقى فيها ثلاث حاجات مع بعض اللي هو increased intracranial tension اللي هو الضغط بتاع الدماغ هيزيد بيعمل синدروم من ثلاث حاجات حاجة منهم ان يبقى فيه بردي كاردية فان الشخص عنده meningitis infection وكدا احفظها كما هي متقوعش دماغك وفيه ثلاثة انفكشن سلمونيلا بروسيلا مايكو بلاسما واخيرا لو انتو اخذ ديجي تاليس انتعارف اين ديجي تاليس ده او بيتا بلوكر بيتا بلوكر بالذات ده بيهدي القلب فهو الحرارة بتطلع والقلب ولا على باله بيتا بلوكر قعد عليه كدا مريحة بس كده شباب كده احنا خلصنا التمبراتشر متكسل اروح للصفحة الاولانية تانية بس انتو خلاص عرفتو ان احنا خلصنا اربع حاجات في الاول عرفنا العيان من جوه والعيان من بره عرفنا العيان من جوه منتل استيت عرفنا العيان من بره عن طريق البلت الديكيوبيتاس والفيشيز وبعدين خدنا الكمبليكشن في فيديو الواحده عرفنا اللوان العيان وشغلين دلوقتي السادس عاجة هي الفيطل خلصنا اول حاجة في الفيطل اللي هي البلس اللي هي تمبراتشر ونخش على تاني حاجة اللي هي البلوت بريشر صفحتين بس البلوت بريشر ده اهم حاجة وده ليه راوند عندكم كتنين انتو خدتوه وخدتوا جهاز الضغط اللي ما تخلتوش الراوند من غيره وعرفتو نقاس الضغط بتاع الانسان مئة وعشرين ثمانين قلنا اني يافيش في الطب رقم بيور كده فالضغط بتاع الانسان بيتروح بين مئة وعشرين لاربعين وانت ما يود ديستولك من ثمانين لتسسعين ده هو تضغط بتاع الدم بتاع الانسان لا تقسيمة لو انت دكتور دردش معاك طب مئة وعشرين لاربعين دي حاجات كبيرة شوية بس يعني انا قلت اقولها لكم هنا بحيث لو عارف ان دي بتبقى لجنة اسكي فلو الدكتور سألك يبقى عندك معلومة يعني الجدول دوت يعني حلو نبدأ كلامنا بقى عن البلد برشور ايه هو البلد برشور او بيجي من ايه؟ بيجي من القلب انا عارفين ان القلب بيضخ الدم الدم يمشي في الارتري الدم هو ماشي بيقى ليه بلد برشور بلد برشور بلد برشور هو دخط عمود الدم داخل البلد برشور بنقسه بملي متر زبق بيدي قياستين او انت بقس بيسمع بودنك بتجيب حاجتين بيجيب سيستوليك وبيتجيب دايستوليك السيستوليك هو الماكسيمم برشور خلال السيستول دايستوليك ده اقل حاجة والقلب مريح ده معلومات بديهيات كده بس ممكن ييجي سؤال MCQ وقولك الماكسيمم برشور ريتشد يورنج السيستول هو ايه؟ السيستوليك برد برشور المنمال برشور ريتشينج مش عارف ايه؟ دايستوليك فيه كلمتين كمان او تعرفين كمان مين بلد برشور والبالس برشور المين بلد برشور ده الأفريج برشور الموجود في الارتري ده متوسط الارتري تجمع السيستوليك والدياستوليك وتسيمهم على اثنين لأ هو ليه معادلة ان الدياستوليك بتضيف عليه تلت بلد برشور ينهار تعريف كمان ايهو بقى البالس برشور دوت البالس برشور ده هو الفرق بين السيستوليك والدياستوليك كمثال لو شخص اسفله واحد اسفله الضغط وطلع مئة وعشرين تمانين البالس برشور بتاعه يطلع ايه؟ يطلع مئة وعشرين نقص ثمانين بقى أربعين فالاربعين ده هو البالس برشور المين بتاعه يبقى كام؟ المين قلنا الدياستوليك اللي هي التمانين زود عليهم تلت البالس برشور البالس برشور اربعين التلت بتاعه قول تلتة وتلاتين التلاتاشر اصط تلاتاشر يبقى كده المجموع بتاعه تسعين وهذا المين ضد بريشر الديستوليك وتزود على الديستوليك تلت البلس البلس هو الفرق احنا من قيس الضغط منين اقول لك احسن مكان عشان تقيس منه الضغط البريك الارتري بريك الارتري اللي هو معد فن معد هن انت بتقيس عليه و بتنفوخ عليك قف نكمل طب ان قيس الضغط ازاي بنقيس الضغط عن طريق جهاز الضغط ممكن جهاز الضغط ده يكون ميركري سفيجمو مانومتر لو ما كانش ميركري في الكتيريك اللي هو الكترونيك يعني ينفوخ يعمل لواحده بس يقول لك ان الافضل يستخدم على طول جلد ستاندرد ممكن يسألك عليها هو الميركري سفيجمو مانومتر شو بقى البركوشن قبل من قيس الضغط نريد قيس الضغط اللي مريض نعمل له ايه اول حاجة ان المريض يكون مستريح انت متعصفش الشخص اللي قدامك او شخص اللي قدامك جاي لك يتخانق او جاي من مجهود وانت عاستقص له الضغط لا يتخانق الضغط عالي لازم يكون المريض جاي لك هادي كده ما يكونش واكل ما يكونش عامل مجهود ما يكونش متعصف بيكون مستريح يجي ويقعد بحضة رجل على رجلة يقعد كده رجلية على الارض سند ظهره سندل دراعه والجهاز الضغط معمول على الجلد على طول معمول على الجلد ويكون ملفوف حلو يعني مش ملفوف قوي مش زره على دراعه او عامله مرخرخ انك لو عامله مرخرخ او مهوي ده هيخلي رجلة الضغط مش مزبوطة حلو جميل نقرأ بقى الكلام الموجود الكلام المكتوب هو اللي انا قلته لك يقول لك ان ممنوع الاكل نجيب الماركر التاني ممنوع الاكل لمدة نص ساعة يعني كرش نص ساعة قبلها خش الحمام لكي يقعد مستريح يقعد على كرش مريح لمدة خمس زائق الاول قبل القرأة يعني نص ساعة ما يكلش يخش الحمام بعدين يقعد خمس زائق هادي الشخص بقى رجلي على الارض مش عادل حدث رجل على رجل ودراعه مستريح على الترابيزة والترابيزة في نفس المستوى صدره يقول لك اتأكد ان الجهاز الضغط سنج دي يعني ملفوف حلو يعني مش لوز ولا طايت عشان لو كده او كده هي الدقراءة مش مظبوطة القف يبكون على البرسكن على الجلد على طول مش على هدوم حتى لو الدنيا ساعة يكشف دراعه وتقيس عليه والمريض ما يتكلمش طول ما انت بتقيس لماذا ما يتكلمش وانت بتقيس عشان تسمع حلو ايه بقى انت هتسمعه يا شاطر تسمع حاجه اسمها كورتوكوف ساوند انا قلت دي هنا علشان كورتوكوف ساوند دي مهمة عايزة الفتنظرك ليه المريض ما يتكلمش انت اسمع ده دوت هو الصوت اللي انت بتسمعه في ودك هنا بقى بعد ما قلنا بريكوشن في الاول نشوف المريض بيعود ازاي المريض هيعود هيعود ما احنا قلنا بلي كده اللي هو قاعد، ظهره مسنود، رجليه لمسة الارض الجهاز الضغط في نفس مستوى قلبه نفس مستوى الشيست هو بس كده يقول لك الميجورمنت تستخدم لازم يكون المريض قاعد او يكون المريض رائد والدراعه مسنود في نفس مستوى القلب هنا بيقول لك معلومة عن بوشرة هايبورت هايبوتنشن هتسبك منها دلوقت عشان ما لاخبطكش عايزك تعرف بس ان في حالة البوشرة هايبوتنشن ينسى الضغط مرتين مرة المريض قاعد ومرة هو واقف يعني اصلا بوشرة هايبوتنشن يعني ضغطه بيقع لما المريض يقف بيغمع عليه ده البوشرة هايبوتنشن ونبدو بالتفصيل تحت شوية احنا قلنا المريض هيبقى عادي ازايه القف القف بنحطه على دراعه فاني نحطه في الدراعه بالضبط بقى فوق الكوبيتال فصة فتزة قف فورملي وفوق الابر قرم يعني فقرم من فوق القلبي يعني فوق الكوبيتال فصة والجاز بتاع الضغط يكون القف يكون مجدود حلو يعني قفه بارعا باللونة في قلب كفر فالكفر ده ما يكونش فيه قاطعه ويكون مجدود حلو اللي بيأكد تاني ان الميركري ريزروبور اللي هو جهاز الضغط بيكون في نفس المستوى يعني فيه تلات حاجات يكونوا على نفس المستوى يعني عشان ده حتة مهم قوي الميركري اللي هو خزان بتاع الزقبق وايد المريض وقلبه كل دول في نفس المستوى تلات حاجات دول احنا قلنا بقى نبدأ بقى نقيس الضغط نعرفنا الضغط اصلا عبارة عن ايه الطبيعي الضغط بتاعنا قد ايه بيتقاس عن طريق ايه دوت انتراكارديا كاستر دين معتقد انا ما قدتاش وانا بشرح فمعلومة كده على جنب نخش بأسطرة جوا القلب تشوف الضغط قد ايه البشنت بريكوشن قلناها كده كده نخش بقى في القرية القرية بتبقى عاملة ازاي في طرقتين نقيس بيه اسكلتاتوري و بالباتوري الاسكلتاتوري والبلباتوري بالباتوري في ورقة تانية نجيبها دلوقتي الاسكلتاتوري اللي هي العادية اللي احنا بنعملها احنا بنحط جهاز الضغط حاطين جهاز الضغط على ايدي المريضة الجهاز متركب والدكتور بيئيس بيئيس اللي هو بيعمل ايه ينفخ بقى انفخ 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 لحد اول صوت هنسمعو ده صوت استسطوليك و بعدين احنا نزلين 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 فيه صوت شغال الصوت مختلفة بنسمع نزلين 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 لحد الصوت اختفى الصوت اختفى هنا فى كده استسطوليك قلت المعلومة قلت المعلومة دلوقتي علشان بس خاطر ان في الناس بتقيسي الاسكولتاتوري والبلباتوري مع بعض ان حط ايده هنا بدل من حط ايده على السماع هنا بيحط ايده هنا كده هو بيئيس ساعة ما البلس يختفي وهو طالع يعني هو طالع هنا مش بيركز فى الصوت لا حطت ايده هنا ساعة ما البلس ده يختفي يبقى انا كده عند السستوليك يركز بقى ما عودنه اكتر انا قلت التنزل مع بعض عشان تبقى فاهم بس انت اكيد انت غربت قبل كده مقاقس الضغط الحد قبل كده او في الراوند غربت على زميلك او ركزت فى شرح دكتور حوار ده مش حوار كبير يعني نقرأ الكلام المكتوب يقولك الستيسوسكوبي اللي هستماع بتاعتك على البريكي الارتري فى الانتيكيويتال فصة ناحية ميديال كده مكان ما الدكتور حضطها ناحية ميديال شوية الزاقف ازراب اللي انفلياتي تنفخ بسرعة وبعدين تنهويها بالراحة تسمع اصواك كتير وانت ماشي تسمع كورتوكوف ساوند الفيرس الساوند هيرت او صوت تسمعه وانت فوق ده هو السستوليك السستوليك تبدأ تنزل 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 هتلاقى صوت بتختلف تسمع شوية بروي بروي ده هو زى صوت موجا كده تسمع شوية بروي تسمع شوية شارب ساوند الحد تسمع 21-30 ميلي تحت السستوليك وبعدين الصوت يضعف 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 الحد ما يختفي ساعات ما يختفي يبقى الضياستوليك البرد بشر لما يجي نقيسه من اسم الدرعين يكون فيه فرق بينهم من 5-10 ميلي لو ان اكوال نحيتين ليس زى بعض الفرق اكبر من 5-10 ميلي لأسباب هنقولها في السيشون الجاي النورمال سيستوليك بريشر يبقون اعلى يعني فيه الناحيتين بيقى فيه فرق بينهم يعني انت اس ريديال الناحية دي وهدين ريديال الناحية دي او بريكيا الاصل الناحية دي و بريكيا الناحية دي فيه فرق بينهم من 5-10 طيب النورمال بقى بين الفوق وتحت بريكيا الو تحت الاسم ريجلي فيمرال مثلا فرق بينهم يكون 20 احنا عارفين كلنا ان فيه الاورطة الاورطة بيطلع من القلب وبيدي برانشاته كتير الاورطة هو طالع فيه صمام اورتك فالف موجود في الاول هنا في الاورطة لو الصمام ده فيه انكونتنانس يعني الدم بيروح وبيرجع منه تاني ده بيخلي الضغط في اللورلم بيكون اعلى بكتر من 20 حاجة اسمها هيلساين هيلساين دي حفظها مهمة اوي في الكارديو يعني الجزء الساينز بتاع الاورتك انكونتنس دي في الكارديو مهمة اوي فممكن نجيبها لك السؤال هنا لانها مهمة هيلساين ان احنا لو عندنا اورتك انكونتنانس الدم بيروح ويرجع ده هيعلي الدم في اللورلمب هيعلي الضغط في اللورلمب طبيعي ان يكون 20 لو عنده من 20 يبقى هيلساين طيب لو فيه اورتك يعني اورتك ضيق هيبقى اللورلمب اقل من الأبرلمب الجزء بتاع البالباتوري سواني هجيب ورقته دوت الجزء البالباتوري قلتلك انه بيحط ايده هنا علشان خاطر يشوف البالس ينفخ 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 وبعدين ينزل ينفخ لحد فين لحد ما البالس يختفي بعدين ينزل بقى براحة كده عشان يقيس يقولك بيسخدمها قبل الاسكالتاتوري المسود علشان خاطر يتوقع السيستوليك يبقى قد ايه لان مثلا فيه شخص يفتكر ان السيستوليك اخره 130 انما الشخص اللي مع يعني الدكتور هو بيئيس يقولك القياس بتاعي طلع 130 اللي هي سي دي عشان هو مطلعش فوق شوية يعني ديه في النص حاجة اسمها اسكالتاتوري جاب يعني حتة في النص كده لا تسمعش فيها صوت قوي فالشخص يفتكر الحتة اللي مفهاش صوت دي هي السيستوليك انما لو يقولك المية وثلاثين دي مفيش صوت فدي السيستوليك انما السيستوليك ممكن تكون فوق عند مية وستين او عند الميتين فعلشان خاطر اسكالتوري جاب اعلمت اسكالتوري جاب عشان تاخد بالك منها دي يتصلح الارور يعني بتاع اسكالتوري جاب بنعمل الحوار اللي اقلت لك عليه دوت الفرق بين بقى البلباتوري اللي هي الرف واسكالتوري يبقى حوالي 10 الميسود بتحط القف على البرك الارتري تحت البرك الارتري وعدين تنفخ بسرعة وتنزل بالراحة يقول لك الليفل اللي البص بيختفي فيه ده بيقى السيستوليك يعني انت بتنفخ لحد ما الضغط يختفي اول ما يظهر هو ده السيستوليك راف استيميشن للديستوليك كان بي ماد الطايم هوين الفارزر مش عارف ايه اذا بلس از نوت الماشى لو قال لك ان انت طلعت بوق طلعت وطلعت 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 حد البلس اختفى بدأت تنزل البلس ظهر هنا هنا السيستوليك نازل 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 طول ما انت نازل بتحس البلس بيبقى اقوه عندما تجد البلس ثابت يبقى كده ها وصلنا للمقطه استخدامات السماعة ايه ايه استخدامات السماعة اول حاجة عشان تقيس الضغط عندما تقيس الضغط نازل بلس بلس بيلس وجد منه المين ارتريار باللس البلس ها تتراحهم المين ارتريار من المعادلة فين وعام البلس بتجيبهم عن طريق السماعة اسمهم بلس برادوكسس بلس ألترناديس طيب لو واحد عندك بينزف جامد عمل حادثة او فيه جرح كبير في دراعه عايز وقف الضغط تقوم لافف في الجهاز الضغط كده ورابط ده لو المفروض يعني فيه هنا زيف شديد بقى او كده تعمل حاجة اسمها تورنيكي لو مريد عنده دي في تي الجهاز الضغط ممكن نستخدمه عشان نشخص دي في تي وده اياك تعمله وياك تفكر او تكتب ده اصلا في الامتحان يعني اكتبه في الامتحان بس لو في متحمه عادلة او كده اكيد محدش بيستخدمه لان ده ممكن يفكك الضغطة يكسرها ويعمل بادمولار ايمبوليزم يود العين في ده يمكن يموت منك حاجة اسمها هستست اللي هو بيربط جهاز الضغط وبينفخ لو هنا هو مريد عنده بليدينج تندنسي او الكابيرت بتاعته ضعيفة بتلاقي ان الكابيرت بتتكسر يعني وكده او بتفرقع فده اسمها هستست اخر حاجة تروسي ساين بتاعت الليتانت تيتاني بلو بتحط جهاز الضغط هنا وتنفخ يلاقي حاصل حاجة اسمها كاربوبيدالسبازم اللي هي الصورة دي كده اخر حاجة اللي هو اليكتيتوتوسيس في المايسينيا دوت مش فاكر يعني ايه وروتاتري ميسود اللي هي كلوز فينسكشن لتريتمينت الأكيوت بالمونار اديما دوت برضو مش فاكر يعني ايه فلا هو الكلام ده كلام كده احفظه بسرعة اللي هو تقيس البلد بريشر تجيب الاتنين بتاع البلس شوات اختبارات بقى تروينوكي في الهيموردش دول اللي هم علاقة بضغط الدم هيموردش وضغط وبلس نيجي بقى لشوات اختبارات بقى ثلاثة وارا بعض دي بي تي و هستست و تروسيتست تروسيتست وتنم في الاخر مش فاكر بتاع ايه اللي هي اليكتيتوتوسيس في المايسينيا وروتاتري ميسود اللي هو جلوز ككلوز فينسكشن عشان تعالج اكيوت بالمونار اديما كده احنا خلصنا البرد بريشر في حاجة كنت تنسيتها في الاول بتاعت البوتشرال افكت احنا قلنا فوق ان المجرمنت بنقيسه المريض قاعد بس ممكن نقيسه مرتين مرة هو قاعد ومرة هو المريض واقف ليه؟ لان المريض لما يقف ممكن ضغط بتاعه اقل بعد ما يوقف خمس دقايق لو قل اكتر من عشرين ملي متر زقبك ملي متر زقبك دوت يبقى التست بتاعنا بوزة فهو عنده بوسترال هيبوتنشن ايه بقى اللي يعمل بوسترال هيبوتنشن ممكن يكون الشخص عنده هيبوفوليميا ده من اسباب البوسترال هيبوتنشن ثاني حاجة ممكن يكون بواحدة حامل بريجنانسي لان بريجنانسي بيخلي فيه البلوت فيزل بيبقى الالستيستي بتاعته بيزيد بزود الالستيستي او بيخلي ديني هادية شوية مش فكر التعبير بتاعها ايه؟ بس هو بيخلي الجسم التشوى بيقى ريلاكست شوية وبعدين فيه ثلاث حاجات ورا بعض هادية شوية اللي هو بيقى فيه نقص الدستيرون بي ال الدستيرون لما يقل يبقى فيه هايبوناتريميا عشان تعرف تحفظه من اسباب البوسترال هيبوتنشن اخيرا اوتونوميك نيروباسي اوتونوميك نيروباسي لانه لما يقوم بالجرافت الدم هي نزل في رجله فالبلوت فيزل تعمل ريفليكسات يعني فلو فيه اوتونوميك بايز مش عالره يعمل له حركة دي البوسترال افكت ان الضغط اصلا يزيد من 10 ال 15 السيستوليك يزيد من 10 ال 15 والديستوليك يزيد 5 لما المريض يقف لو قال اكتر من 20 يبقى عنده بوسترال هيبوتنشن القيمة بعد 20 كانت مكتوبة فوق فبس كده هنا كده خلصنا البلز بتوفيقه شباب ان شاء الله على طول هنكمل اللي بقى لنا بقى لنا اخر اثنين في البيتال اللي هم البلز والرسبيراتوري ريت وعدين نخش على الوكال اجزاميناشن هيد اجزاميناشن نيك اجزاميناشن ابر لمب واللور لمب ونبقى كده الحمد لله خلصنا كوز الجنرال اجزاميناشن كامل ان شاء الله نخلصها فقرة بوقتي انا معكم على الجروب لو في اي حاجة مش واضحة يعني نضبط الدنيا مع بعض ولو في اي ملاحظات شكر